السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات كرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة دية 23 في شارسة اليوم يا إخوان غن تطرقوا لعدة موادع وما شاء الله هاد الحلقة فيها بزاف دية الاستفادة يعني الحلقة كلهم الحمد لله كنحاولوا أننا نستفدوا ولكن هاد فها بزاف دية المعلومات ما كراتش أنكم تفرجوا جميع الفقرات باش يعني تستفدوا من كل شيء أولاً غن تتكلموا يا إخوان على طريقة سهلة للحصول على الشهادة الخضراء الجريم باس اللي ستولي وتسافروا بها خارج إيطاليا وطبيعي ستشرح لكم بعض الأشياء اللي بانت جديدة وكينجوش الطرق أنكم عن طريق واحد الأسماس غيوصلكم وطريقة ثانية ما غدروا والو وغيوصلكم الجريم باس في الهاتف ديالكم حاجة ثانية اللي غن تطرقوا له يا إخوان هو المطالب ديال الجارية المغربية اللي هنا في إيطاليا احنا عارف بلا أنه الأغلبية ديال الجارية هنا في الطاليان من مناطق ديال وات زم بن ملال خريف قا الفقي بن صالح تاد لا وهذك المناطق يا إخوان لذلك تحية لجميع هاد الناس ولكن المطالب ديالهم كبيرة أنه المطار ديال بن ملال يتفتح باش يكون عملية الرجوع إلى المغرب والذهب إلى المغرب أسهل والنقص عليهم تمارد ديال السفر غن مشوفوا كذلك يا إخوان الوطائق والشروط للإستفادة من الشيك ديال الأطفال بقاتلي واحد سيمانة ويبدأ إن شاء الله وغن شرح لكم واحد نقطة المهمة ومهمة للغاية غن مشوفوا كذلك يا إخوان تكلموا لذلك الشي اللي وقع اليوم في مدينة فرنس في المجالو العثور على طفل اللي عنده 21 شهر يا إخوان بعد 30 ساعة ديال البحث لقاوه في غابة وهذا الموضوع يا إخوان وخناس بزاف فرحات ولكن يتكلم بزاف ديال العلامة الاستفاهم غن تكلموا ليه وغن مشوفوا نطرقوا يا إخوان توضيح جديد من اللارام على التحليلاء والجلبة وصارحة يا إخوان عونوني لله رحم لكم الوالدين وربما اللغة العربية ديالي أنا ضعفة بزاف ولكن تفرجوا في هذه الفقرة وقل لي يا واش داك الشي اللي قلت صحيح ولا لا حيث اللغة العربية اللي كتستعمل لارام يا إخوان عرب حال الشي واحد كيكسب برجل ما كيكسب شبيده بطبيق الحال يا إخوان عدة فقارات وعدة معنومات أخرى وكيفما العادة كيبغي شكركم جزيلة شكر على الدعم ديالكم للقناة بلايك وبالتعليق والناس اللي ما مشتشاركاش اشتركوا يا إخوان باش مقود توصلوا بجديد أخبار إيطاليا إن شاء الله صراحة يا إخوان العالم ديال الأخبار دائما إلا ما قلناش دائما في أغلبية الأحيان كتكون الأخبار اللي هي سيئة تتعلق بحواديد تتعلق بمأساة وتتعلق يا إخوان بجرائم لكن الخبر ديالك اليوم يا إخوان رفرح جميع إيطاليا وأنا اليوم يا إخوان مني كتكنت صنعت الراديو في الخدمة ما صدقتش هذا الخبر وفرحت بزاف علش؟ حيث هدي يومين يا إخوان هدي يومين يعني مشي البارح في الليل ولكن واللي بارح في الليل واحد الطفل اللي عنده واحد وعشرين شهر يعني بقي ما كملش عامين يا إخوان ختافة ختافة من بعد ما أنه الوالدين ديالو على حسب ما قالوا وهذا الخبر ده بحاليا راه الناس فرحانة وفرحات ليه ولكن في نفس الوقت يا إخوان الأسئلة بدتك تتطرح أش نوقع حقيقة هو أنه الوالدين ديالو قالوا أنه دينا حطينا هي نعاس في البيت نعاس ومع السبعة هات الشي وقع ديالة العشية مني بشوي كنتروليه ومع طنش ديال ما لقوش قلبوا عليه حتى عياه والغد ليه احتلت تسعو ديال الصباح يا إخوان بلغوا البوليس وتم بدل بحث عليه بطبيعة الحال يا إخوان هات الشي وقع في البروفينشي ديال فرنس في الموجالو وحد ضار يا إخوان لي وسط الجبال وما ضار بي هاتشي حاجي يعني كف ما كتشوفه معايا الطفل اللي توضر هو هذا وبطبيعة الحال يا إخوان كان كل شي متشائم وصراحة منك يقلبوا عليك 24 ساعة ومعتي يلقوكش النهار كامل وبطبيعة الحال ضار بك عاية الغابة كي بدأوا يطحولك في بارك جميع الحلول يا إخوان إلا أنه يلقوا حي بطبيعة حالك اللي يشك في الوالدين يا إخوان أنا أم يكونوا قتله ولا شي حاجة لكن اليوم يا إخوان هات السيد اللي هو صحافي ديال لا راي كان كي يغطي الحادث غادي كدربوا في واحد طريقة يا إخوان اللي هي ببيست على رجله وواحد لوقيتك يسمع واحد الغوات بدأك يغوط نيكولا نيكولا هي الإسم ديال الطفل قال ليه ماما مني قال ليه ماما يعني كي نادي على الأم ديالو تواب دك يقول ليه ماما ماما حيط الأطفال كيف ما قال هو يا هذك الشي اللي كعي طبي كي يبغوا يسمعوه بطبيعة الحال بقاك يقلب تمجي نازل قاف واحد الحفرة يا إخوان را ما تقدروا وش تخيلوا يعني مئة مئتر في واحد الغابة هنزل عنده التماية بقي ما وصلش عنده طلع بنت لي شي طمويلة جاية وقفوا البوريس طلب هاجو جبوريسين قال لي منزله معايا نزله جابوا الطفل يا إخوان والطفل كانوا كي يقلبوا عليه وكي يغوطوا هو خيف داخل وسط الربيع وخيف الوقت اللي جاي الراجعين ويخرج راسه البوريس اللي كيتكلموا لي شد في دراعه قال ليك عادي تشفته الوجه ديالو عيني كب دب حاليا راه في سبيطار ديال ماير كي يدرون لي المراقبة يا إخوان السحة ديالو ممتازة ولكن الأسئلة كتير وكتير بزاف وكيف ما غتشوف معايا الصورة هنا يا إخوان طفل لقاه هو لقاه بالصندالة ديالو السؤال لي كين واش من المعقول أنه هو واحد الطفل غت تضيهن عس في بيت نعاس مع سبعة ديالة العشية ومع طنش ديال الليل غينوض وعنده واحد وعشرين شهر واش غاد يقدر لقى الصندالة بوحده ويخرج بها هذا السؤال كبير عليش الوالدين ديالو مني كتش أشفوا أنه وختافغ مع طنش ديال الليل ما عايتووش البوليس في هذا الليل وتسناوه حتى الغدليه وماشي مع السيطات الصباح ولا الخمسة صباح ولكن حتى الثانت سعود ديال الصباح بش يعلم البوليس ثانيا حاجة أخرى مهمة هو أنه البوليسي يا إخوان الشرطة أمام الباب ديال دار ديال نيكولا لقاوا الدم في الباب ديال الدخلة يا إخوان هذك الدم بغي يعرفوا هو شديد نيكولا واشكن كيدير هذك الدم في الدخلة ديال الباب طفل يا إخوان لقاواه منبيع ثلاثين سا والبلاسة اللي يلقوا فيها اليوم يا اخوان هذيك البلاسة كانت واحد زونة اللي يمكنوا غيبشي ويشوفوها. ولكن على حسن ما قال البوليسي البلاسة اللي كان فيها الدري ما باتش فيها. علش حيث الربيع ما نازلش يا اخوان. والربيع بقي واقف وجديد. لذلك قال ليم كان فيش بلاسة. الحلول كين ننجوش. يا انه داز منطرة كبيرة وانزلت من ماية لذلك غايقون ضرب واحد ربعة كولوميت على رجله. ما بين الدار دياله وما بين هذيك المنطقة. او انه تبع يا اخوان. الكانالي والطرقة اللي كان داخل الغابة. وما هذك الطرقة يا اخوان غايقون ضربوا حد جوش كولوميت. المهم ما علينا الطريق رفات قريبا. لقوا بعيد هنا جوش كولوميت ونص على الدار دياله. لذلك يا اخوان حاليا راكين عدة تساؤلات لماذا البوليس يقلبوا عليه وما زال كي بحثوا فيها. الحمد لله القوا انه الطفل مازال حي. هذا هو الخبر الزوينا والخبر المزيانة. ولكن تساؤلات عدة خاص لها بدهم يجيبوا عليها البوليس. الشيك ديال الاطفال لسانيوونيكو يا اخوان بقالي اسبوع وين طالق في ايطاليا غين طالق نهار واحد في شهر سبعة. وكين معنومات جديدة ومعلومات اللي خاسكم تعارفوها باش منادم ما يتزربش وباش منادم ما يمشيش يجري الكاف والباتروناتو اللي ينبس باش يدفع لسانيوونيكو. وطبي يتحلي اخوان هاد القانون غايبدا كفما قلنا عير بشكل مؤقت. واحد القانون اللي كفما قالوا هما يا قنطارا. باش يوصلوا لغاية واحد في شهر واحد دي الفين وين وين وعشرين. وتما غايين طالق بشكل رسم يا اخوان. حاليا غايستفدوا منو الناس اللي هما اوتونومو. الناس اللي عندهم بورتيتائيفا. والناس اللي ما عندنش الخدمة ديزو كو فاتي. في حين انو الناس اللي خدموا عنده بوستفاقة. غتستفد منو حد زيادة ديال سبعة وثلاثين أورو على الابن الاول. والسبعة وثلاثين أورو على الابن التاني. وتقدر توصل الخمسة وخمسين أورو على كل طفل اللي كان عندك ثلاثة الأطفال أموما أكثر. هاد الشي زيادة من واحد في شهر سبعة الى غاية واحد وثلاثين في شهر طناش. بطبيعة الحاجة المهمة واللي بغي نسطل عليها بزاف يا اخوان. واللي خاسكم تديروها فراسكم فهذا الفقرة هو انه ناس اللي غاديدفاع من واحد في شهر سبعة الى غاية ثلاثين ثلاثين في شهر سعود. بحال بحال بحال. نعطكن معز ميتال إلا مشيت secret النهار واحد في شهر ثمنية. غا تاخد الشيق ديال الشهر سبعة. وغا تاخد الشيق ديال الشهر ثمنية مشيت غا تيال انت Queensborough خمسة وعشرين في شهر شهر سعود غا تاخد ديال الشهر سبعة ووديال الشهر تمانية ووديال شهر سعود. يعني وخطد مع الطلق غاديتستفد من الشيك على الاشهور اللي تازج والاشهور بدفع القانون و هذا الشي يكون الي غاية 30 في شهر تسعود يعني واحد ييت ما نهار 20 في شهر تسعود غايكو ديا الشهر سبعة وديا شهر ثمانية ولا شهر تسعود اما الناس لي هدفع من بعد هاي التاريخ يعني من بعد 30 في شهر تسعود غدا يتسافذ عير من التاريخ اللي غايتتخ давيه تفعت هاي نهار واحد الشهر عشر لتاخذ على Okan Bs عن شهر عشرة صافي ما غير رجعوش معاك للوارا لذلك كين هاي التاريخ المهم للغاية. هات الشاشنو كن عني به كن عني به بلا انه ماشي نهار واحد في شهر سبعة كل شي بشي تزحم على الكافو البطروناتو على الينبس بش يدفع الطالب ديال للسينيونيكو. عندكم واقس يا اخوان واحد انه ما دفعش نهار واحد في شهر سبعة ممكن انه يدفع واحد في شهر ثمينية ولا خمسطاش في شهر سبعة ولا خمسة وعشرين في شهر ثمينية يعني عندكم الواقس. ما تزربوش. طريقة اللي غتدفعوا بها غتكون سهلة جدا وسهلة للغاية. غتحتاجوا الكوديشي فسكالي واليبان ديالكم. وجميع المعلومات الاخرى غتتخذها لهم بس يا اخوان عن طريق ليزي وعن طريق المعلومات اللي عندها. لذلك ما غتحتاجوا شي حاجة من غير الكوديشي فسكالي واليبان ديالكم. فيما يخشكون الناس اللي عندهم الحق فهد للسينيو. عند الحق للناس اللي سكنن هنا في ايطاليا لمدة عامين على الاقل وخدتكون متقطعة. سكنتي عام في 2013 وجيتي سكنتي عام هات السالة اللي دازت هات تجمعتي عامين. طبيعية الحال الناس اللي عندهم اه جنسية ايطالية. الناس اللي عندهم جنسية ديالتحاد الاوروبيون. الناس اللي عندهم برمسو ديالصجورنو برموتيفي دي لابورو. او ديالشركة ديال البحث. هاد الناس وما اللي غاي ستسافدو. كان بزف يات الناس كتسويني سابقا الناس اللي عندهم برموتيفي فاميلياري. ما نقدرش نقول لكم يا اخوان. إلا كان الزوج عنده يدفعه هوايا. بطبيعة الحالي اخوان حاجة المهمة وشروط اخرى اللي متعلقة دائما بهذا الموضوع العائلة غدت تستافد الى كانت عندك الريزيدانس او مع الابناء ديالك. يعني القانون ديال انه ولادك في المغرب وانتقالس هنا يدفع الشيك ديال اطفال وتاخد عليهم الفلوس رهما منوع قانونيا. ربما بزافة الناس تديرو ولكن قانونيا رهما منوع الى كان شي كنترول ربما تكون مخالفات وغرامات كبيرة. في حين انه الناس اللي عندهم مثلا عير عام هنا في ايطاليا بقى مكملوش العامين راه يقدروا يستافدوا لو كانت عندهم واحد الكونترا ديال ديما او انه لو كانت عندهم واحد الكونترا ديال الخدمة على الاقل ديال العامين. بطبيعة الحال الشيك ديال الاطفال يا اخوان كان من المترقب انهم ياخدوا جميع اطفال والشابب الى غاية سن واحد وعشرين. ولكن في هاد المرحلة ست شهر تانية ديال هاد السنة اخوان غاي ياخدوه الى غاية السن لاتمنتشر سنة. وبطبيعة هل القيمة المالية راك تختلف على حساب ليزي. الناس اللي عندهم ليزي تحت 7000 اورو غاي ياخدوه 168 اورو على الطفل الواحد. 168 على الطفل الثاني. وفيما يخص لسات الاطفال غاي ياخدوه علهم 653. وفيما يخص ربعة الاطفال غاي ياخدوه علهم 871. وخمس اطفال ولا اكثر غاي ياخدوه علهم 1179. في حين انه هاد الشيك اخوان غادي بقى القيمة المالية دياله غا دوك تنقص كل ما كان ليزي طالع. ومن غادي يوصل خمسين الف اورو غا تكون القيمة المالية ناقصة بزاف. وبطبيعة حل الى كان واحد طفل ولو واحد شاب اللي عنده اعاقة را غادي ياخد الشيك ديالاطفال غا تزاد عليه خمسين اورو. الناس اللي عندهم الراديزو ديالتشيطا دينانسا غاي يستفدو. وعلى حساب ما قال تريديكو الرئيس دياللي يمبسي اخوان هو انه الشيك ديال الاطفال والشيك ديال دخل المواطنة اراهم يقدروا انهم يتجمعوا. ولكن الحساب اللي غايديرو يا اخوان هو انه نعطيكم مثال عائلة فيها خمسة الناس. جوش كبار الاب والام وثلاثة الاطفال. فاش كانو كيحسبو ليكم الراديزو ديالتشيطا دينانسا كانو كيحسبو ليكم الصومة والفلوس ديال خمسة الناس. ده بغاوي اللي ويخرجوا ليكم دراري من الحساب غاوي اللي يعطيكم لسانيو ديال الراديزو ديالتشيطا دينانسا. علاجوش للناس. وفي حين انه هذو تلاتة الناس الاخرين. اللي هما يه اطفال عندهم قلب 18 سنة غايعطيهم الشيك ديال اطفال. لذلك عائلة اللي عندها شخص واحد غايت تاخد فسبعمية وربعة وعشرين اورو. هاتش بشيك الاطفال. وعائلة اللي عنده خمسة الولاد ولا اكتر غايت تاخد الف وخمسمية ومسا وعشرين او راديزو ديالتشيطا دينانسا. وكذلك الشيك ديال الاطفال. وبطبيعة حالي اخوان كنظل انه الامر سهلة. وبطبيعة الحال الموقع الرسمي ديال لينبس الحدود ساعة ما فيه تشي حاجة. ولكن راه الاسبوع القادم ان شاء الله وكيفما قال الرئيس ديال لينبس راه كل شي موجود. ولكن حدود الساعة ما كانت تشحجة في الانترنت. فيما يخص يا اخوان الرحلات الجوية والمطالب ديال الجالية المغربية المقيمة في ايطاليا. اولا نقبل من شفوا هاد المطالب يا اخوان غلي مشوا نشوفوا القوانين اللي نشرتها لارام عن طريق تويتر. وكيف تقول بلا انه صراحة هادك شريك كتبه بالعربية مختلف نوعا ما على هادك شريك كتبه بالفرنسية واللي كتبه بالانجليزية. حيث المعنى اخوان هي اختلف تماما. كي كتبوا بلا انه اللا تقل مدة اختبار بيتشي اير السلبي عن 48 ساعة. لا تقل. يجب اللا تقل. ما تكونش قل من 48 ساعة. يعني خاصة تكون كتر. يعني مني كي كتبو لك هاد لا? مني المفروض انهم يكتبو. يجب اللا تتجاوز مدة الاختبار بيتشي اير السلبي 48 ساعة. ما خاصةش تفوت 48 ساعة. ولكن مني كتب اللا تقل مدة الاختبار السلبي عن 48 ساعة. كتقول بلا انه ما خاصةش تكون قل من 48 ساعة. لهذا را واحد الخطأ يا اخوان لغاوي فادح. ربما نكون انا يا حيت قريتت السابعة اللغة العربية لدعيفة ولكن انا هادشي اللي فهمت. كان خطأ في استعمال الكلمات الصحيحة. في حين انه بفرنسية يقول لك بلا انه فعلا ما خاصة تحليل البيتشي ايرت في 48 ساعة. وحتى هنا يراهم زيان. وكذلك هناك يقول لك يعفى الاطفال اقل من عشر سنوات من الاختبار. يعني فهمها انتظر. الناس اللي عندهم قل من عشر سنين يعفون من الاختبار. واللي عدوا عشر سنين اش نديروا معاه? بالعربية غير واضحة اخوان. ولكن بالفرنسية كسب لك الاطفال اللي عندهم عشر سنين او اقل. يعفون من الاختبار دي البيتشي ايرت. واش كان صعيب انه تكسب الاطفال اللي عندهم عشر سنين او اقل. غادي يتعفون? لا. ولكن يا اخوان كيبقى البلاغات باللغة العربية. بحالة مش اللغة دينا. بحالة عير حناية اللغة التانية كنديرو خير وكنديرو بليزير في واحد الناس اللي ما كيفاموش اللغة الفرنسية. اللغة دية الناس اللي قارين. وباقي المواطنين قدروا نكتبوهن بالعربية ونكتبوها عرب رجلينا. ما نكتبوها ما يدينا. وهذه الساعة منهم لها. وطبيعة الحالة اخوان نمشون نشوفوا المطالب الاخرى وكنتمنى انه الناس اللي خدامنا على الاقل. على المستواد يا التويتر. في الخطوط المملكة المغربية شوية الاجشهاد خصوصا الاخل اللي كيتكلف باللغة العربية. ونذكركم بحاجة تانية اخوان كيكسبوهن ايا. نذكركم ان الجواز تلقيح صالح بعد اسبوعين من تلقي الجرعة التانية من اللقاح. يعني الناس اللي بغت تبشي بالغرين باس راه صالح من بعد ما انه كدو جوز السيمانات على الجرعة التانية. فيما يخص الناس اللي خداموا الجرعة ديال. فايتزر موديرنا وكذلك استراتزانيكا. وخمستاشر يوم على الجرعة الاولى ديال جونسون انت جونسون. والناس اللي امراضي اخوان خصت دوز خمستاشر يوم على الجرعة الوحيدة لكي ياخده. ولكن هات الشي كمان خصتكم مكتبه في الورقة. ممكنش لك انك سدي ورقة بحل واحد الاخل يوريها ليه يومين هاتي. مكتوبة بلا انه دار جرعة من جوج يعني بقى لي الجرعة التانية. وقال لي لا انا راني كنت مريض وقالوا لي غد تاخد عر جرعة. ولكن في الورقة كاسب لي بلا انه ما زال خصتها جرعة تانية. لذلك رغاي يكون عنده مشكلة في هذه الحالة. خصتكم الناس اللي مرضو تكون مكتوبة لهم وواضحة بلا انهم راخدوا عر جرعة وغاي ياخدوا عر هاتيك. وفيما يخص اخوان المطالب ديال الجالية المغربية في ايطاليا. في الايام القليلة الماضية يا اخوان كان واحد اللقاء ما بالمديرين ديال لارام في عدة مدن ايطالية والمدير العام ديال شركة لارام اللي كان في المغرب اللي هو يا عبد الحاميد عدو. هاد سيلي اخوان جالي وما الجمع بهاد المديرين اللي كان لنا في ايطاليا. وكان هاد الاجتماع بالحضور الاخ يحياء المطوات اللي هو يا نقابي ورئيس الجمعية ديال الفضاء المغربي الايطالي للتضامن. وهو يا اخوان دار واحد اللقاء مصور معه. رئيس دي الله رام. وهد اللقاءيله خصو BI ending مغربية الاخريبية بايطاليا باللا انه الرحلة لي كائنا مبينا ايطاليا ومبينا المغرب الاغير اللي تخص لخطوط المملكة المغربية بدون احتساب الشركة الاخرى. راها تقريبا يا اخوان ميتين الف بلاسة. ميتين الف بلاسة. وقال ايται فاو ذات شركة لخطوط المملكة المغربية. غادي تزيد خطوط جديدة ومقاعد جديدة ابتداء من الواعد شهر سبعة. ومازال كينا ما قاعد بلايسي اخوان الناس اللي بغاد بشي في الاواعي دي شهر تمانية. بطبيعة حلي اخوان من بين الاسئلة اللي طلحت على الرئيس دي الله رامون اللي هي من بين المطالب المهمة دي الجالية المغربية اللي هنا في ايطاليا. وكيف ما راكم عارفني اخوان. الجالية اللي كينا هنا في طاليا الاغلبية ديالها من مدينة خريبقا. مدينة بني من لال. سوق الصبت تادلا الفقية بن صالح اللي كيشكل واحد نسبة كبيرة. لما قلناش واحد ثلاثين حتى ربعين في المئة من الجالية المغربية عامة. لذلك علاش المطار اللي هو ديال بني من لال. اللي هو واحد انجاز مهم. علاش ما يتمش الفتح دياله. رئيس ديالي اخوان لارام قلب لانه كان مشاكل تقنية في هذك المطار. وحاليا اراهم خدامين بشكل جدي لتفكير اعادة الرحلات بين ايطاليا والمغرب عن طريق المطار ديال بني من لال. لذلك هادا راه مطلب يا اخوان من المطالب ديال المغربه حيش باش نكون واقعيين يا اخوان. ماتنا المدينة طورينو. في واحد جالية مغربية لاغلبية ديالهم من مدينة خريبقا. علاش ما ندیروا شلش موحد رحلى طورينو بني من لال. اللي غاي وصل original الديور ديالهم يا اخوان سريعا. ولامتنا مدينة ميلانو. المناطق دي مدينة ميلانو. في موحد جالية ديال بني من لال. والتي هي كثيرة. علاش ما ندروا شليم رحلات مباشرة من ميلانو الى بني ملال يوصلوا لمنازل ديانهم سريعا ما غايبشوش للدار البيضاء وغيدروا واحد الريح لذي ثلاثة تسواع اخرين باش يوصلوا للمدينة ديانهم لذلك اخوان المطار كين كون ما كانش نقولون مشكل ولكن كين كيف ما كين عدة دول اوروبية اخوان فرنسا وبلجيكا لكي تدير خطوط الناس ديال الشرق كين رحلات مستمرة المطار ديال وجدة علاش احنا هاد الناس اللي هما يفت داخل لف ابني ملال وعدة مناطق المجاورة ما ندروا شلي مرحلات مباشرة والنقص عليهم شوية المتاعب ديال السفر ناهيك على هذا من بي الاشياء اللي كنفكر فيها ومن بي المطالب اللي كانت تكلم لها الاخيحية مع الموذية ديال شركة لارام عناش هاد الرحلات يا اخوان ما يكونش تمن ديالهم ديما ناقص وانا التفكير اللي عندي فعقلي الشركة ديال لارام يا اخوان دائما عندها مشاكل اقتصادية وش حامل مرة الدولة اللي كتعتقها باش ما تديرش فايت باش تخلص الموظفين دياله وعدة اشياء الى خدمة عير مع الجانية المغربية اللي هم خمسة مليون ديال الناس يا اخوان وهبطت الاتمينة غادي تقدر انها تضمن جميع المغاربة يبشيو معاها وما غادي تبقى عندها واحد منافسة من الشركات اللوكوس بحال رايانير ازيجات وعدة شركات اوروبية لذلك كون كانوا عير كي ياخدوا شي حلول بحال هذه كرة ربما المشاكل الاقتصادية ديال لارام كون را هتفكاش بل تدير ارباح يعني لغمانتي خمسة مليون ديال الناس تولي تسافر معاك ارا تدير ارباح وارباح كثيرة عير نزليهم التمان هم يجيون عندك وكنت قلت لكم بلا انه عندي واحد شكوك فيما يخص بعض الوكالة الاصفار ما عممتش ولكن ربما شوكالة الاصفار كي ياخدوا الرحلات يعني جملة وكي بقوا بيعوهم بضيطة يا اخوان من بعد كي ياخدوا بأتمينة نازلة وكي يسافدوا منهم وكي بيعوهم بأتمينة غالية لكن يا اخوان كان عندي اتصالات من الناس ديال هالضومين وبطبيعة الحال دهدروا معايا وشرحوا لي الامور تقنيا كيفاش كتكون يصعب ويساحيل انه هاد الامر يكون معقول يعني الشكوك ديالي اخوان ما كانتش في المحل ديالها وهذاك المعلومة اللي كنت اعطيتكم انا يراها معلومة خاطئة لوكرت الاصفار كيف مشرح لي الاخقالية انا را كنكون قالس مع الناس واش نقطع ليهم في هاد المده اللي كانت في هاد تخفيضات كنكسب ليم اسمية ديال الاشخاص ديال العائلة وكنيية ديالهم كندور ليهم الكمبيوتر انهم يكوانترولي واش نتفادهوا الاخطاء مني كندور البيستور بغنشري كل قبل انه هاد رحالات نفدات وثالات بطبيعة حل هاد المشكلة اخوان كيتشكوا منه احتوى وكلت الاصفار لذلك المعلومة كانت خاطئة وبلا ما يعني انضلموا هاد الناس ونطيحوا عليهم الباطل انا كان عندي عرشك والشك ديالي ما كانش في المحل دياله فهذا الفقر يا اخوان غادي نمشوا نشوفوا كيفاش تاخدوا الغرين باس ولا في الحلقات الماضية كانت الامور ضبابية شوية وربما انه شي واحد ما فهمش مزيان فهذا الفيديو ان شاء الله الامور كلها واضحة علاش حيث بعد امرر ايامي اخوان حتى الصحافة فهمت كل شيء وكين عدة طرق باش تاخدوا الغرين باس وبطريقة سهلة كين طريقة يا اخوان اللي تقدروا انكم تحطوا الكود واتخدوا الغرين باس وكين طريقة تانية اللي انكم ما غديروا تجي حاجة واتسنوا النوتيفكة انها توصلكم واتاخدوا الغرين باس ديالكم وان شاء الله راه كل شيء يوضح لكم يا اخوان في هذا الفيديو وغنوريكم طريقة سهلة اول حاجة هو انه ابتداء انه النهار 17 شهر سا في ايطاليا اصبح ممكن انك تاخد غرين باس من بعد ما انه الحكومة الايطالية كتصيفت رسائل اس ام اس ميساجات في التليفونات كتصيفت فيهم واحد الكود لجميع المواطنين اللي يخدووا على الاقل جرعة بطبيعة الحالي اخوان هاد الاس ام اس كي تعطى الناس كيف ما قلنا اخدوه على الاقل جرعة ولا تشافه ولا دارو طمبوني وكينه طرق اخرى انك تاخد هاد الكودي اخوان عن طريق الايميل او انه في المركز ديال تلقيه اللي في كدير الجلبه بطبيعة الحالي اخوان الاس ام اس كي يبقى حل من الحلول ولكن مش هو الحل الوحيد اللي كين وكيف ما راكم عارفين وهاد النقطة راها مهمة للغاية كنا قلنا بلا انه القرين باس غا يبدأ واللي فاعل ابتداء من بعد 15 يوم يا اخوان على الجرعة الاولى فهاد النقطة يا اخوان 15 يوم على الجرعة الاولى عير في ايطاليا وهاد الامر ما كانش واضح يلا تاضح يا اخوان عير مؤخرا لذلك الى انت بغى تستعمل غريم باس باش تدخل تيران يكفي انك تجلب الجلبة الاولى دوس 15 يوم وتاخد غريم باس وتدخل به التيران او انه وتبشي صهرات حفلات اعراس مؤتمرات وعداش اشياء لكن الى بغايت تدخرج به خارج ايطاليا فهاد الحالة غادي تسنخ 15 يوم على الجرعة التانية يعني هذا الشيء اللي طالب المغرب بطبيعة الحال غريم باس عنده المدة الصراحية 19 يوم لك انت جالب وعنده المدة الصراحية 6 يوم لك انت امرضتي وتشافيتي ودية 48 ساعة لدرتي التانبوني السريع او الموليكولاري بطبيعة الحالي اخوان غريم باس ستحتاجه في ايطاليا كما قلنا في حفلات في دخل الملعب مؤتمرات اعراس وعدة اشياء وفي الدول الاوروبية سيقول لي خليك انك تخرج من ايطاليا الى الدول الاوروبية بلا كورانتينة بلا تمبوني اشنو غدي تدير مني غتتوصل بالاسمس غتقول يا صفيان انا بقي الحدود ساعة ما وصلني حتى شي ميساج غادي نقول لكم بلا انه ابتداء من النهار 17 اخوان هذه اسبوع ايطاليا كتتصافت خمسة المليون يا اخوان ديال الميساجات في الهواتف ديال الناس اللي جلبت والناس اللي تشافت بطبيعة حالي اخوان خمسة المليون ديال الميساجات في النهار غايب قوي سافة الميساجات الى غاية 27 في شهر الساعة وهذه الساعة اخوان من بعد الناس اللي غادي تجلب غادي توليد توصل بالاسمس ايام من بعد ولا ساعات من بعد هاد الميساجي اخوان كيجي من وزارة الصحة وكيكون مكتوب كما يلي تشاتيفيكات سيوني فيردي كوفيد 19 دي كيدلو لك اسمية ديالك مثلا انسفين غاديدو اس او سو وغاديدو نوقات نجمات وغايددو ملحوني مثلا ما وغايددو نجمات باش مايقولوش اسمية والكنية كاملين حفاظا على الخصوصيات ديال المواطن وغايقولك اوزاء اوت كود اللي هو واحد الكود غا تستعمل فمواقع ديال الدولة باش تاخد القرين باس ما بغيتيش استعمل الكود يا اخوان وما فكما تبشي تقلبوا ذاك الشي كينحل الاخر بطبيعة حالي اخوان الحل الاخر شنه هو 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 انه كانو كيقولوا بلا انه لاب ايو هاديك الاب اللي فيها يا اخوان البونس هاديك كانو كيقولوا ما غايكونش فيها الكريم باس ولكن يا اخوان الاخبار اللي خرجاتوا الموقع الرسمي ديالها كي يتكلم على انه ترتفيكاتسيوني فيردي الشهادة الخضراء غتكون كذلك في الاب بليكاتسيوني ايو وانا دخلت يا اخوان وغا تشوفوا معايا هنا يا كدفشوا الاب بليكاتسيوني ايو اللي مهبطنتوا معايا وربما تحتاج انكم تجدوها غا تدخلوا وبطبيعة الحالي اخوان ربما يطلب منكم انكم تجدو ودديروا الاجورنمينتو غا يقول لكم الاجورنة غا وغا تفقد سنبين وقدروا الاجورنمينتو ولما عندك لاب ايو غا تدخل لاب ستور وغا تقلب عليها يا اخوان غا تكسب ايو كيف ما مكتوبها هكاية غا تطلع لك غا تكليكي عليها وغا تكليكي هنا انستالها بالطبيعة حال مني كتدخلك يقول لكم بلا انه هادي الكريم باسر ما غا تحتاج تشي حاجة كتر حسو اكوزا ديفو فاري بر كيادر لا يعني هتشاهد الخضراء نون لا ما غا تدير تشي حاجة غا تتوصل بواحد النوتيفكة في تريفوني لك من الناس اللي عندهم لابلكاتسيوني ايو وعندهم سبيد را ما غا يحتاجوا بشي حاجة ومن كتدخلو يا اخوان غا تبشيو غا تدير اتشيطة قوانين جديدة اتشيطة كونديفيدي داتي من بعد غا تكليو على سيرفيزيو وغا تلقو هنا هنا يا اخوان هاي الشرتيفيكاتسيوني في هذه غا تكليكي عليها بما كانوا له انا اصلا بقي مجال بش عندي الموعد هنا الايام القادمة سينو يا اخوان غا تدخلو لهذا الموقع اللي كف ما كتشوفوا معايا موقع دي جي تشي بونتو غا تدخله له وغا ندخله معاكم د بينp you. افتح فعند طرق تهيخ التغيب من بينها يا اخوان اسكيدة سانيتاريك في مجنة ستكتبو ثمانية نوامر الاخرة ديال تاسيرة سانيطارية كتلقاوها اللاورا ديك النمر ديال تاسيرة سانيطارية يا إخوان، ستكتبو التاريخ ديال السكادنسا ديالها وغات تختار هنا النوع ديال الكود اللي غادي تستعمل إلا سافتونيكم الميساج فيه مكتوب آوت كود دير آوت كود ودير النمرة ديال الكود اللي سافتونيك في الاس ام اس وغات دير إينا لغة بغيتي دير فرنسيا، إنجليزيا، إيطاليا وغادي تكتب هاد الكود اللي هناي وغادي تدير ريكوبرات شرتيفيكاتسيوني مني غادي تديرها يا إخوان، غادي تطلع لك الكود ديالك بهات الصورة اللي كيف ما كتشوفوا معايا هاد الكود، بهات الكود إلا كانت داس 15 يوم يا إخوان على الجرعة الثانية، ممكن أنك تبشي المطار باش بشي المغرب وتوريهم هاد الكود وغايخليك تدوز حيث كان اسميسك وكنيتك وكان هاد الكود اللي بحل مهوكايا لذلك يا إخوان، هاد الشرع مهم للغاية المغرب ولا إيطاليا بغاي بشي الملعب دي الكرات القدم أو بغاي بشي العرس ديالو حد الصديق ديالو بالغريم باس اللي كتعطى إيطاليا من بعد 15 يوم على الجرعة الأولى يعني درت عر جرعة واحدة كتدوس 15 يوم كي يعطوك الغريم باس بهذاك الغريم باس تقدر تفشيل واحد العرس تقدر دخل ملعب كرات القدم وتقدر تفشيل واحد مؤتمر بطبيعة الحال ما تقدرش خرج من إيطاليا إذا كنت بغيت بشي مثلا لبرتغال خاصتك تدير تحليلة ولدرتي التحليلة غيعطوك كود آخر لذلك غاي بولي هو الكود الثاني كيكون مختارف على الكود الأول ماشي نفس الكود يا إخوان اللي غادي يبقى عندكم في حين أنه هو لوقيت اللي غادي تديروا الجرعة الثانية ديال الجلبة أراك يتعطاكم كود ثالث يعني من غير هادك ديال الطمبوني ومن غير هادك ديال الجرعة الأولى يعني الكود يا إخوان ما كيبقاش هو هو ولكن راك يتغير تجدد الصورة يا إخوان من بعد 15 يوم على الجرعة الثانية بطبيعة الحال الحاجة الأخيرة اللي غادي نقول لكم يا إخوان هو أنه الجرين باسر كيفما قلنا جوز جرعات كيت تعطا الناس اللي غادي تجلب بفايتزر موديرنا و أستراتزانيكا جرعة واحدة لجونسون و جرعة واحدة الناس اللي تشافت باش نكونوا واضحين